شرق نيوز بداية افدت مصادر شرق نيوز عودة طائرة للجوية الجزائرية طباحة اليوم الثلاثة الى مطار هواري بومدين بعد ربع ساعة من اقلاعها في اتجاه مطار اوريا الفرنسي بسبب سرب من الطيور هذا وفدت مصادرنا ان عودة الطائرة الى المطار هو اجراء عادي واحتياطي ولم يشكل اي حالة هلع وسط المسافرين كما ان نفس الحادثة وقعت قبل اسبوع في رحلة ليون الجزائر العاصمة حيث تم تحويل المصار الى مطار يومهران بسبب تواجد سرب من الطيور في اجواء مطار العاصمة